سلام عليكم أحبتي متابعي تقنيتك هذه السنة سامسونج أعلنت عن نسخ البرو من فئة الجي تحت اسم الجي فايف برو اللي تكلمنا عنه في فيديو ماضي والأخ الأكبر اللي أمامكم وهو الجي سيفين برو وقبل لا أبدأ في الكلام عن هاتف الجي سيفين برو عندي ملاحظة مهمة للي حاير بين الجي فايف برو والجي سيفين برو فالجي سيفين برو متطابق تماما مع أخيه الأصغر في كل شيء إلا في أربع أمور مهمة يتفوق بيها الجي سيفين برو عن الجي فايف برو أولا حجم الشاشة ودقتها أكبر في الجي سيفين برو ثانيا الذواكر في الجي سيفين برو تأتي مع خيارات أكثر وأكبر من الجي فايف برو واللي يحمل اختيار واحد وهو الذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت وذاكرة تخزين 16 جيجا بايت ثالثا سعة البطارية أكبر في الجي سيفين برو أيضا ورابعا الجي فايف برو لا يحتوي على خاصية الالويز اون ديسبلي اللي موجودة في الجي سيفين برو إذن الموضوع صار واضح الآن لكل شخص حير بين التلفونين الجي سيفين برو أكبر من الجي فايف برو بحجم الشاشة وحجم البطارية وحجم الذواكر لكن أكيد السعر عندك مهم فالجي فايف برو سعره حاليا قرابة 215 دولار أما الجي سيفين برو فيبلغ 260 دولار يعني الفرق بينهم رح يكون قرابة 45 دولار نتكلم الآن عن الجي سيفين برو اللي يعتبر طبعا من ضمن هواتف بفعل متوسطة ورح يكون متوفر بالتأكيد لدى مكتب بابل الهواتف النقالة بسعر 330 ألف دينار عراقي الهاتف مصنوع من الألمنيوم والممتاز جدا والمتين وعليه خطوط الأنتينة اللي ينازل على ظهر الهاتف بطريقة جميلة وتختلف عن أجيال الجي في السنين الماضية عندك بصمة الأصبع من الأمام اللي تعمل باللمس بالإضافة إلى أزرار الرجوع والقائمة المعتادة من سامسونج أيضا من الأسفل منفذ المايكرو يو اس بي واللي ميدعم الشحن السريع وهذا الشيء يعتقد أنه أضعف شي موجود في هذا الهاتف طبعا الهاتف يملك بطارية بسعة جيدة جدا 3600 ميلي أمبير راح تكفيك يوم كامل بالراحة على الجوانب موجود لدينا زر الباور وسماعة في المكان المفضل عندي بحيث راح تتمكن من الاستمتاع بالألعاب بدون ما تغطيها بإيدك أيضا في الجانب الآخر منافذ لتركيب شريحتين اتصال وكارت ذاكرة في نفس الوقت الهاتف عليها الشاشة من الأمام سوبر أمولد بحجم 5.5 إنش وبدقة Full HD رائعة وممتازة كما تعودنا من شاشات سامسونج الأمولد مع معدل بيكسلات 401 بيكسل لكل إنش طبعا من ناحية الصطوع والألوان وزوايا الرؤية الشاشة ممتازة أيضا الشاشة تملك خاصية مهمة وهي Always On Display واللي تسمح للشاشة أنها تظل شغالة طوال الوقت لعرض الوقت أو التقويم أو أشياء أخرى نتحول بالكلام عن الكاميرا في الجي سيفين برو يملوك كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابيكسل مع فتحة عدسة F1.7 وفتحة العدسة الموجودة راح تساعد بشكل واضح على أدخال ضوء أكبر في الصورة مما يعطينا نتائج جيدة في مختلف الظروف تقريبا الكاميرا تعتبر مميزة في هذا الهاتف نفس اللي موجودة على الجي فايف برو بالضبط أما من الأمام فعندنا كاميرا أمامية بالإضافة إلى وجود فلاش والكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابيكسل مع فتحة عدسة F1.9 ونتائجها أيضا كانت جيدة ومتوسطة أظن أنه بإمكانك الاعتماد عليها عند التقاط صور سيلفي بحيث راح تحصل على صور مقبولة جدا بالكلام عن مواصفات هذا الهاتف فهو يحمل معالج الأكسينوس من سامسونج 7870 من الفئة المتوسطة مع ذاكرة عشوائية 3 جيجابايت وذاكرة تخزين باختيارين 32 جيجابايت و64 جيجابايت عندك نظام الأندرويد نوغا مع واجهة سامسونج الجديدة والجميلة أداء الهاتف بشكل عام جيد سواء من ناحية التعاون مع الهاتف أو التنقل بين التطبيقات بشكل عام الأداء ما راح يخذلك في هذا الهاتف فبالنهاية الهاتف جميل كتصميم ويتميز عن أخي الأصغر جي فايف برو بالشاشة والبطارية والذاكرة مع زيادة بفرق 45 دولار أكثر إذا قررت أن تشتري الجي سيفين برو عن الجي فايف برو الشي الوحيد السلبي في هذا الهاتف هو منفذ المايكرو يو اس بي بالإضافة إلى افتقادة خاصية الشحن السريع أخيرا إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك على الفيديو وأكيد تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى حساب الخاص في انستجرام أي سؤال أو استفسار حول موضوع ما يهم التقنية إن شاء الله سيكون موجود حتى أرد عليكم واحد واحد تحياتي أخوكم حامل الحداد في معدى اشتركوا في القناة